اشتركوا في القناة فترفع من كفاءة التعلم والاستيعاب ومن ثم يتم تخزين المعلومات في الدماغ لأطول مدة ممكنة لأنها جمعت بين الصور والكلمات وربطت المعاني المختلفة بعضها ببعض عن طريق الفروع المستخدمة في رسمها ولهذا السبب نجد تشابها كبيرا بين شكل الخلية العصبية وشكل الخريطة الذهنية خطوات رسم الخريطة الذهنية يمكن رسم الخريطة الذهنية عن طريق استخدام برامج بالحاسوب أو يدوياً باستخدام ورقة وقلم قم بتحديد الموضوع واستخرج المفاهيم الأساسية ابدأ من المنتصف فبذلك تعطي الحرية لذهنك ليتحرك في جميع الاتجاهات استخدم أحد الأشكال أو إحدى الصور للتعبير عن الفكرة المركزية استخدم الألوان أثناء رسم الخريطة الذهنية لأن الألوان تعمل على إثارة الذهن كما أنها تضف القوة والحياة على خرائط الذهن قم بوضع تفرعات تنطلق من مركز الورقة لتمثل الأفكار الأساسية وحدد لكل فرع كلمة رئيسية واحدة قدر المستطاع باستخدام الألوان المختلفة للفروع اجعل الفروع تتخذ الشكل المنحني بدلاً من الخطوط المستقيمة فهي أكثر جاذبية للعين وأكثرها إثارة لانتباهها مع إمكانية رسم خط أو دائرة حول الفكرة المهمة لإبرازها بشكل لافت استخدم صوراً رمزية على كل فرع من الفروع لتعبر عن المعنى وتساعدك على التذكر هذه بعض المبادئ الأساسية لتعلم رسم الخرائط الذهنية فهل أنت جاهز للبدء باستخدام هذا الأسلوب الناجع؟ شكراً للمشاهدة شكراً للمشاهدة شكراً للمشاهدة